الخبار روي اللي عادنا عن جلال العمارة وعيد ميلاده فاليوم يا حبايب هو عيد ميلاد جلال فكل عم تبخير أقبال مليون سنة يا رب وطبعا تسنون يا حبايب انه تعيدوا بالكومنتات على عيد ميلاده الخبر الثاني اللي عادنا عن مفاجأة اليوتيوبر فهو اليوتيوبر عادنا هو أحمد أبروب واخيراً رجوع على اليوتيوب فأحمد أزعى على ثباب الانستجرام شويت ستوريات وهذا الستوريات عندي يعلم ما يخلعه انه هو لاحي يرجع لليوتيوب وتنزيل المقاطع بشكل مستمر بلسل وقت صارحشي على القضية تهم فلسطين ويطلب المتابعين يوقفونه اياه بهذا القضية راح تقوم الستوريات شوفوه كامل عم تستهموه شوني الفكرة مادة وتتمنى تحاولوه ان شاء الله بكرة رجعت عاليوتيوب خاصة عالكامل حرجع زي أول ما نزل كثير حلقات بس كابدي وقت علشان أهد أسترجع قوتي في شغل كثير مهم يبدأ حكيه هسه اوكي شفتوا الستوري الماضي هاي صفحة كاملة في جريدة نيويورك تايمز تحكي عن بيلا حديد و جيجي حديد و دوا لبا كيف انهم بدعموا فكرة ان يكون فيه ساكند هولوكوست وهسا نحكي لكم ليش هاد اشي كثير سيئ مو شوي جريدة نيويورك تايمز عم تحاول تبين ان هذول الناس معاديين للسامية انتاي سمايت عشان يصيروا ضد القانون اولا يصيروا محاربين من قبل الناس بشكل مخيف وعشان صفحات التواصل الاجتماعي كمان قانونيا بيقدروا يحذفوا صفحاتهم بوستاتهم اذا هم مجد انتاي سمايت الفكرة انه كونك داعم للقضية الاستوريه هاد مش معناته انت انتاي سمايت احنا مش ضد اليهود احنا ضد الصهاينة اللي قانين بيحتلوا بلدنا اشي انه احنا العرب عرقيا نعتبر سمايت لانه احنا من احفاد النبي اسماعيل عليه السلام فاحنا سمايت فاحنا ما بنقدر نكون انتاي سمايت لانه احنا سمايت المشكلة انه نيويورك تانز بكل وقاحة هاجمتهم يعني جدا ما عندها اي اعتبر لاي انسان فانا بدي هسا اهاجموا مع تويتر معكم احنا كلنا نهاجمهم ونحاول خليهم يعتذروا نيويورك تانز نزلوا اعتذار اذا قدرنا نخليهم نزلوا اعتذار الحمدلله اشي كويس اذا ما قدرنا اللي حيصير انه المشاهير الثانية الاجانب ما حينشروا عن فلسطين حتى لو انهم فكريا داعمين للقضية ما حينشروا لانه حيصير خافهم الاعلام يهاجمهم زي ما هاجموا هذول الناس اما اليوتيوبار الثالي عادة فهي شدن فشدن نزلت على سبب الانستجرام هذا البوست وبهذا البوستشان بيه هو البرومو مال الفيديو كلب اللي رح يكون لعليه بينها اللي رح يجزو اليوم السابت ما نفرطكم البرومو شوفوه موسيقى موسيقى شو صعب يا قلب الام موسيقى موسيقى الخبر الثالث اللي عادنا عن فضيحة احمد حسنو زينب احمد حسنو زينب نزلوا على حسابهم بالانستجرام هذا الفيديو وبهذا الفيديو طبعا هما حثفوا ورقم دقيقة من نزوله وما ليساعة السبب فبهذا الفيديو احبايب كان نوعا ما ظهور شي زا 18 من ملابس زينب نوعا ما كان مفتوح استحاماته وبين شي زا 18 فهو من لزي المقطع احبايب هما حثفوا هذا المقطع لان المتابعين صاروا تهجموا عليهم قرروا ان يحثفوا الفيديو فكتبوا لحبا بالكومنتات شاركوا بالفضيحة اللي تشغلت عليها اهم فضيحة او لا الخبر الرابع اللي عادنا عن ياسو خطوبتها فياسو نزلت على سبب الانستجرام هذا السوري وهذا السوري كمان ما كانت لابسة بيه خاتم فخوين متابعين صارتوا قعون ان هي مخطوبة فبعد ان نزلت السوري ثاني تقول بي ان هالواحد متابعين يقولها خطبتي فترد عليه ما بصر لبس خاتم اللي بكنت مخطوبة فطبعا في هذه الحالة بتنفيه موضوع الخطوبة فاكتبوا لحبا بالكومنتات شاركوا بالخبر الخبر الخامس اللي عادنا عن تهجم متابعين نارين بيوتي على نورستارس وبيستانوا انس الشاي فبيستانوا نزلت على سببها بالتك توك هذا المقطع وبهذا المقطع يا حبا براحط لكم يا الحبلش فكامل في الدنيا غلبتنا أولاد محترمه بتحسدنا في شدنا حسدتنا ففعليه كل كومنتات الي جاتيهم صاري تهجمون عليهم فاكتبوا يا حبا بلكومنتات شاركوا بغض الخبر اللي ستحقون تهجم متابعين او لا وبصلا حبا بأتمنى هذا حقا نوصل اكثر من 20.000 لايك وبس شكرا لكم في اشتركوا في القصص ومع السلامة